وعلم اليوم لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضان عدد الأفراد الذين تم توقيفهم إثر عملية تفكيك جماعة دينية تدعى الجماعة المهداوية بلى عشرة أشخاص نستمع بهذا الخصوص إلى رئيس الفرق الوطنية للشرطة القضائية والزعيم يقول بأنه والبديل منتظر نسالخوا العضاء دياله كلهم تقريباً نسالخوا إلى جماعة مغربية غير مرخص لها وشكلوا هذه الجماعة هذه الزعيم استطاع هذا الزعيم بشأنه يأطر فيهم يأطر فيهم ويخليهم يقدسوه أنا أعتبروا جماعة مارقة يقدسوه ومعما يستطيعون هذا الجماعة هذه الناس يستطيعون أنهم يبيعوا الأملاك ديالهم يؤمن المداخل ديالهم كله يوجهوا التمويل ديال هاد الجماعة أكثر من هذا على أنه حتى في العلاقات ديال مع عائلاتهم وذلك شيء هاد الزعيم دايلا ما عطاش لموافقة دياله ممكنش الشي واحد في الجماعة يتزوج ولا يقوم بس اللي عادي لك يقوم بها الناس كاملين إذن أرى الأبحاث الأولية يبدأت لأن الجماعة تمنى الإيقاف ديالهم في عدة مدن اللي كانت نشتفى بدرجة الأولى توريرت ووجداء والعروي الصويرة كان عضاء ديالهم في خارج الوطن اللي غادي يتم الكشف ديالهم في مستقبل ديال الأبحاث ديالنا در الأبحاث راها جارية دائما تحت إشراف سيد الوكيل العام